موسيقى تسعى صباحا بتوقيت القاهرة موجز لآخر الأخبار من قناة أهلا بكم تواصل سلطة المصرية جهودها الحثيثة مع الأشقاء الفلسطينيين للوصول إلى تفاهمات حول الإجراءات التنفيذية للمصالحة الفلسطينية هذا فضلا عن التنصيق مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لإقامة مشروعات تنموية لصالح المواطن الفلسطينية من جانبه أكد مصدر مصري مسؤول أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد قام بزيارة القاهرة على مدى يومين أجرى خلالهما مباحثات مع مسؤولين مصريين بشان آليات تنفيذ المصالحة كما أشار المصدر إلى وصول وفد من حركة حماس قادما من قطاع غزة لعرض رؤية الحركة وأوضح المصدر أن القاهرة ستستضيف الأسبوع المقبل سلسلة لقاءات مصرية فلسطينية وفلسطينية فلسطينية استضافت وزارة الخارجية الاجتماعات التحضيرية لللجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية وأوضحت الخارجية في بيان لها أن الاجتماع ناقش كافة موضوعات تعاون بين الجانبين المصري والسوداني في العديد من المجالات فضلا عن بحث ما يقرب من عشرين مذكرة تفاهم مقترحة لدراستها وذلك استعدادا لتوقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا والمقرر نعقادها في الخرطوم أكتوبر القادم أعلنت وزارة الصحة عن وفاة رابع حالة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية وهي سيدة من محافظة الفيوم تبلغ من العمر 45 عاما وتتبع حج السياحة البرية وأشارت الوزارة إلى أن الوفاة كانت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية موضحة أن غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة تلقت بلاغا بالوفاة وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة الوفاة إلى فلسطين حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين فيما أصيب آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق بقطاع غزة وأوضحت الوزارة أن من بين الشهداء امرأة وطفلة تبلغ من العمر عام ونصف وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت أن طائراتها الحربية استهدفت 12 موقعا في قطاع غزة قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن السياسة النفطية لبلاده تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم إلى أي اعتبارات سياسية وأوضح الفالح أن الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر بأي حال على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا أعلن التحالف العربي مقتل شخص وإصابة أحد عشر آخرين إثر سقوط صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية وأوضح التحالف أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخ الباريسي وتدميره مؤكدا أن هذا العمل يعد استهدافا للأحياء السكنية ويثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم ميليشيات الحوثي بقدرات نوعية للأسلحة أعلنت الولايات المتحدة عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا بدءا من الثاني والعشرين من أغسطس الجاري وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أن العقوبات جاءت ردا على استخدام موسكو لغاز الأعصاب ضد دعمي للإستخبارات البريطانية السابق سيرجي سكريبال موضحة أنها توصلت إلى نتائج أن موسكو استخدمت سلاحا كيميائيا أو بيولوجيا إلى أن ألتقي، كنوا بخير